تعالوا بقى نروح على فرع النادي الأهلي بالجزيرة حيث تتواجد زميرتنا العزيزة مريم سميح وهي جاهزة عشان تعرفنا كل الأخبار وكل المستجدات يا مريم صباح الفل عليك اتفضلي يا ترى سمعان يا مريم بصبح عليك يا كريم بصبح عليك يا نهواندو بصبح على كل مشاهدي القناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة طبعا هنقلكوا في هذه الجولة كل الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا يعني الفرق الرياضية الأخرى وطبعا أكيد الفرق أو الأخبار المتعلقة طبعا بنشاطات النادي المختلفة بدايتنا طبعا مع الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي بعد فوزه طبعا مبارح على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 أكيد طبعا في إحدى كلاسيكيات كرة القدم أكيد شفنا أداء كبير جدا من فريق النادي الأهلي وعقب هذا الفوز طبعا يعني بيستأنف الفريق تدريباته النهاردة الحقيقة يعني تجمعه منذ قليل والمران هيبدأ الحقيقة خلال الدقاية القليلة المقبلة ده طبعا استعدادا لملاقات نادي فيوتشر ضمن الجولة السبعة من عمر بطولة الدوري الممتاز طبعا يعني مباراة نادي فيوتشر هكون ان شاء الله يوم الجمعة المقبل فيه تمام الساعة السبعة مساء وطبعا يعني يمكن زي ما احنا عارفين ان مباراة الاتحاد السكنداري اللي تلعبت امس طبعا دي كانت مؤجلة من ضمن الجولة الرابعة او من الجولة الرابعة لأسبوع الرابعة للدوري الممتاز طبعا اللي كانت المفروض يعني كانت تكون في يوم تمانية نوفمبر والحقيقة نهاية تلعبت مبارح واكيد طبعا بهذا الفوز رفع نادي الاهلي رصيده لـ 18 نقطة محققا العلامة الكاملة في الست مباريات اللي خدها طبعا اكيد ان شاء الله بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي خلال المباريات المقبلة وانه هو يقدر او يستكمل يعني حفاظه على صدرته فيه جدول ترتيب الدوري الممتاز ننتقل بقى طبعا لأكيد اخبار ناشئ النادي الاهلي واكيد طبعا اللي بيحققوا يوم بعد يوم ارقام كبيرة واكيد نتائج يعني مبهرة للنادي الاهلي طبعا البداية مع اهلي 2006 اللي حقق الفوز على نادي امبي بهدف دون رد طبعا على الرغم من ان النادي الاهلي خاد هذه المباراة خارج ارضه على ملعب امبي طبعا ده كان في الجولة السادسة في بطولة الجمهورية وطبعا بهذا الفوز رفع اهلي 2006 رصيده لـ 14 نقطة بعد الفوز فيه اربع مباريات والتعادل في مبارتين ايضا شباب النادي الاهلي موليد 2001 فازوا على حرص الحدود بنتيجة 5-2 وده ضمن الجولة 11 من دوري الجمهورية للشباب ننتقل بقى للالعاب الاخرى وطبعا رجال سلة الاهلي زي ما احنا تبعنا امبارح طبعا فيه ربع نهائي كاس مصر الحقيقة انه هو قدر انه هو يحقق الفوز على نادي سموحة بنتيجة 91-48 وطبعا يعني شفنا اكيد ان رجال سلة الاهلي قدروا انه هم يحافظوا على مجريات كل المباراة في الفور كورترز وانه هم يحققوا الفوز طبعا في هذه المباراة والحقيقة انه هم سيطروا على المباراة كمالة من اول طبعا المباراة حتى انتهاء المباراة طبعا زي ما انا قلت في البداية بنتيجة 91-48 وكده طبعا يكون رجال سلة الاهلي تأهلوا لنصف نهائي كاس مصر والحقيقة انه احنا بنتمنى لهم انهم يعني اكيد يحصلوا على هذه البطولة ايضا سيدات سلة الاهلي فازوا على الجزيرة بنتيجة 80-67 ضمن منافسات بطولة منطقة القهرة وطبعا اكيد نشاءات سلة الاهلي ايضا فازوا او تحت 14 سنة فازوا على الشمس بنتيجة 70-48 ضمن بطولة منطقة القهرة ننتقل بقى لأخبار طائرة الاهلي ونشاءات طائرة الاهلي تحت 14 سنة فازوا على نادي الزمالك طبعا بنتيجة 3-0 ضمن منافسات بطولة الدوري الحقيقة انها كانت مباراة هامة جدا والحقيقة ان نقدروا نشاءات طائرة الاهلي تحت 14 سنة انهم يحققوا الفوز على نادي الزمالك بنتيجة 3 اشوات دون رد من نادي الزمالك اخيرا بقى يعني ننتقل لأكيد الاخبار الخاصة بنشاطات النادي الاهلي وطبعا عقب زي ما احنا تابعنا خلال الاسابيع الماضية عقب طبعا يعني الاعلان عن شركاء النجاح مع النادي الاهلي لمدة 4 سنوات مقبلة طبعا مداية من شركة اتصالات مصر طبعا الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي ايضا مرورا طبعا ببنك ابو ظبيا الاول مصر ثم طبعا زي ما احنا تابعنا اول امس الاحد والراعي الثالث او الشريك الثالث وهي شركة جي ال سي الحقيقة ان النادي الاهلي مستمر في نجاحاته مع شركاء النجاح طبعا خلال الفترة المقبلة او خلال الاربع سنوات المقبلة النهاردة ان شاء الله في احدى فنادق القاهرة طبعا بيقام مؤتمر صحفي فيه تمام الساعة الوحدة ظهرا ده طبعا علشان يعني الاعلان عن عقد الرعاية الرابع وهو الخاص بقى بقى الرعاية الطبية مع شركة ايدام طبعا لاخدمات الطبية ده طبعا علشان يعني مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي بيكون حريص طبعا ان هو يقدم الرعاية الكاملة لطبعا العاملين في النادي الاهلي سواء طبعا اعضاء او عاملين وطبعا اسر المشتركين في النادي الاهلي وده طبعا اللي هيتم الإعلان عنه النهاردة في هذا المؤتمر الصحفي ألهام طبعا إن شاء الله أكيد هيكون فيه كل التفاصيل الخاصة بالرعاية الطبية للنادي الأهلي والخدمات اللي هتقدمها أيضا شركة إدام للمشاركين في النادي الأهلي يعني كل الأعضاء سواء الأعضاء العاملين أو أسارهم أيضا وإن شاء الله نشوف نجاحات كتير جدا مع الشركاء الأربعة اللي تم الإعلان عنهم خلال الفترة الماضية ونشوف طبعا خدمات اللي هتقدم من خلال هذه الشركات لأعضاء النادي الأهلي وكل العاملين فيه خلال الفترة المقبلة أو تحديدا الأربع سنوات المقبلة طبعا دي كانت كل أخبارنا من داخل النادي الأهلي طبعا سواء الفرق الرياضية وطبعا الفريق الأول لقرة القدم نحن بنتمنى له التوفيق يوم الجمعة المقبل أمام نادي فيوتشر وأيضا طبعا الأخبار الخاصة يعني عقد الرعاية الطبية للنادي الأهلي كلها أخبار جميلة الحقيقة بنشكرك عليها وعلى التغطية دي جزيل الشكر زمنتنا العزيزة مريم السميح وأكيد كلنا بنتطلع للأفضل وبنتمنى إن شاء الله أن تؤتي هذه الشركات ثمرها في القريب العجل ونشوف لها انعكاسات طيبة النادي الأهلي كالعادة كيان كبير جدا وطبيعة الحال من المنطقي أنه هو كمان بدوره ويستقطب كيانات كبرى أخرى في مجالات مختلفة ويكون في تكامل ما بيننا وما بينهم إن شاء الله تؤتي ثمرها هذه الخطوة الهمة جدا بإذن الله قطع